موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع فيه اهم وابرز مقالة الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الاخبارية المحلية وتحديدا من موقع التغيير نت والذي عنول في صفحته الرئيسية الامم المتحدات استدعي ثلاث شخصيات يمنية الى الكويت لمناقشة الملفات المطروحة يقول الموقع وجهت الامم المتحدة دعوة لثلاث شخصيات يمنية مستقلة للذهاب الى الكويت للتشاور حول الملفات المطروحة للنقاش بين الاطراف اليمنية وقال مصدر للتغيير نت ان محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام وامين العاصمة عبدالقادر هلال ضمن تلك الشخصيات فيما لم يذكر المصدر الشخصية الثالثة كما عنوان الموقع الحوثيون يعلنون تمسكهم بمؤسسة الرئاسة والى موقع الموقع بوست والذي اورد تقريرا خاصا قال فيه محللون للموقع بوست سلطة الحكومة ستظل رمزية حتى تتمكن من السيطرة على الموارد المالية وينقل الموقع المراقبين قولهم ان الحكومة الشرعية المتواجدة حاليا في العاصمة المؤقتة عدن ما زال امامها الكثير من المسؤوليات لتعزيز وجودها على الارض ويؤكد المراقبون ان الحكومة ستظل مجرد رمزية سياسية ودون سلطة حقيقية ما لم تعزز من وجودها عن طريق السيطرة على ارادات الدولة المختلفة لسحب البساط من تحت اقدام سلطات الامر الواقع وكانت مصادر تحدثت قبل ايام عن سعي الحكومة للسيطرة على ارادات المدن المحررة والتي من ضمنها مدن غنية بالنفط والغاز كمحافظة شبوى في طريق بدء العمل بفروع البنك المركزي في عدة محافظات منها عدن وشبوى خارطة الانكشاف الاممي في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في موقع المصدر اونلاين وقال البكيري لا وجود لأي تفاصيل دقيقة عن مضمون المبادرة الاممية المبشر بها ولكنها سترتكز بدرجات رئيسية على مسألة نسف كل المرجعيات السابقة للحل في اليمن والتي يأتي في مقدمتها مخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 22-16 وهو ما يعني التأسيس لحالة من التشوه السياسي اكثر شبها بالوضع اللبناني بكل تفاصيله من ثلث معطل وسلاح ثقيل في يد الميليشيات ومرجعية حوزوية وغيرها من التفاصيل التي لا يمكن التكهن بها بدقة لكن تكمن خضورة الحديث عن مبادرة اممية في ظرف كهذا او خارطة طريق للحل في اليمن انها تأتي اثر الحديث عن ضغوطات دولية كبيرة تمثلت بادراج التحالف العربي في القائمة السوداء لمتحكي حقوق الاطفال والجدل الدائر بعدها وكل هذه الضغوطات تدفع بهذا الاتجاه مما يعني ان كواليس المشهد الدولي الراهن قد تمخذت وصفة لمصالحه في المنطقة على حساب مصالح شعوبها الحديث اليوم عن مبادرة اممية او خارطة طريق للحل في اليمن ليس سوى متاهة اخرى يتوخى من خلالها تمرير شرعانة الانقلاب بالذهاب الى حكومة محاصصة لصوصية للدولة واجهزتها وادواتها وتحويلها الى اشبه بفيد يتم تقاسمه بعد ذمار اليمن وتشريد ابنائها وقتلهم بالالاف والى موقع يمن منتر والذي علق في صفحته الرئيسية وقال رمضان في اليمن الاسعار لا تصوم عن الارتفاع والغذاء ينعدم يقول الموقع تشهد اسواق السلع الاساسية في صنعاء ارتفاعا كبيرا في الاسعار رغم احجام الكثير من المواطنين عن شراء جميع متطلبات الاسرة من السلع الضرورية ويرى رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ان ارتفاع الاسعار بهذا الشكل سيؤدي الى انهاك المستهلكين لافتا الى كارثة ستكون مدمرة على المجتمع اليمني وكانت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو قد قالت في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني في وقت سابق ان تقييما جديدا اجرته الامم المتحدة وشركاؤها يفيد بان 19 محافظة من محافظات اليمن تواجهون عداما حادا في الامن الغذائي وان 70% من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام والى موقع صهاريج نيوز والذي عنول في صفحته الرئيسية اليمن قصص تشرد ونزوح ولا امل في الافق لاصحابها وقالت التفاصيل ان الحرب في اليمن شردت ملايين المواطنين ودفعتهم الى هجرة مساكنهم الاصلية الواقعة في مناطق الصراع وبحسب مكتب الامم المتحدة فان مليونين ونصف مليون مواطن نازحوا داخل البلاد هربا من الحرب المشتعلة في اليمن منذ ما يزيد عن عام ويورد الموقع قصة استاذ جامعي من جامعة تعز الذي اضطر للفرار من منزله الاصلي الواقع في قلب الصراع والنزوح الى المناطق النائية التي تنعدم فيها الخدمة الاساسية وابسط سبل الحياة وقال لم يكن لدي خيار اخر بعد انفجار الحرب وتوسع الاشتباكات بين المسلحين الى جوار منزلنا سوى الانتظار وانتهاز الفرصة حتى تهدأ المعارك قليلا ومن ثم الفرار والنزوح الخليج وحشد ايران تحت هذا العنوان كتب بدر الراشد مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد وقال الكاتب في جزء من مقاله المقيف في التهديدات الايرانية انها تحولت الى استراتيجية طويلة الامد وحققت طهران نجاحات في سبيلها بينما لا يبدو ان دول الخليج تملك استراتيجية ممتدة لمواجهة طهران فكل ما يظهر على السطح هو ردود فعل بالاضافة الى طمانات امريكية بكبح جماح اي تهديدات ايرانية مباشرة للخليج من دون الحديث عن تهديدات ادوات ايران في المنطقة كما قال الرئيس الامريكي باراك اوباما للقادة الخليجيين في قمة كامب ديفيد العام الماضي لتسويق الاتفاق النووي مع ايران مدت ايران نفوذها في المنطقة عبر ثلاث محاور رئيسية فهي اولا تبنت القضية الفلسطينية ورفعت شعار دعمها في الحدود التي تختم سياستها ودعايتها كما انها رفعت راية المظلومية في المنطقة ونصبت نفسها ممثلا للشيعة في العالم الاسلامي واخيرا انشأت ميليشيات تابعة لها تحمل هموم ايران العقائدية والسياسية وتفرض نفوذ ولي الفقيه بقوة السلاح في العراق وسوريا ولبنان وكادت ان تفعل هذا في اليمن لا يبدو ان دول الخليج وضعت استراتيجية لمواجهة هذا المد الايراني موقع الوصدر اونلاين تابع مجزرة تعز الجديدة وعنوان مقتل اربعة من اسرة واحدة بينهم ثلاث نساء في قصف للخوثيين على احد احياء مدينة تعز تقول التفاصيل سقط اربعة قتلى من اسرة واحدة جراء سقوط قذيفة اطلقتها ميليشيا الختي وقوات صالح على منزلهم في احد احياء مدينة تعز وقال مصدر المحلي للمصدر اونلاين ان قذيفة سقطت على منزل في وادي المدام بمدينة تعز اسفرت عن مقتل رجل وثلاث نساء ومن عنوين الموقع ايضا مقتل امرأة في الجوف اثر اصابتها بشضية صاروخ اطلقه الخوثيون على الحزم عنوان اخر اغتيال محامي برصاص مسلحين مجهولين في مدينة جعار بابين والى موقع الوحدة وينت والذي عنونا في صفحته الرئيسية حكومة العدو الصهيوني تقضي الابقاء على وثائق اختفاء الاف الاطفال اليهود اليمنيين بسرية حتى عام الفين وواحد وسبعين يقول الموقع ان مصادر اسرائيلية كشفت عن قرار للحكومة يقضي الابقاء على وثائق اختفاء الاف الاطفال اليهود اليمنيين عند بداية هجرتهم الى اسرائيل بسرية حتى لعام الفين وواحد وسبعين ويتابع الموقع توجهت وزيرة القضاء الى رئيس الحكومة طالبة منه اختيار وزير يتولى المسئولية عن رفع السرية عن البروتوكولات والادلة المرتبطة بذلك لكنه ابدى ترددا شديدا ولم يعطيها جواب وقال مؤسس جمعية عمران للكفاح من اجل كشف حقيقة خطف الاولاد اليمنيين بطرق غير شرعية ان جمعيته توجهت في الايام الاخيرة الى المستشار القانوني للحكومة تطالبه بكشف بروتوكولات لجان التحقيق الرسمية التي عالجت هذا الموضوع خلال ستين سنة ماضية قبل مطالعة اهم ما قالته الصحف العربية الصادر اليوم نذهب الى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم ونصحابكم في جولة بين اهم ما قالته الصحف العربية الصادر اليوم والبداية من الصحافة الكويتية حيث نقلت صحيفة الجريدة الكويتية في احدى صفحاتها عن المبعوث الاممي الى اليمن قوله ان المشاورات تتقدم ببطء الا انه قالق من ان اطالة امد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل في اليمن وسيزيد من تفاقم الاوضاع واضاف ان جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات مؤكدا حرص الامم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية وعن تصريح المتحدث الرسمي باسم الميليشيا بانهم على استعداد لتسليم السلاح واعادة مؤسسات الدولة وفق ضمانات دولية محددة قال المبعوث الاممي رأينا واضح في هذا الجانب ونحن جئنا للكويت للعمل تحت مضلة قرار مجلس الامن الفين ومائتين وستة عشر والنقاط الخمس التي تنطلق منها محاور النقاش والجميع متفقون على ذلك وأوضح أن القرار الاممي يدص على التمسك بالشرعية المتمثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي وهذا الامر لا خلاف عليه بين جميع الاطراف وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت تطورات معارك لحج وعنونت اليمن تقدم الحوثيين إلى قاعدة العند يكلفهم خسائر كبيرة وقالت الحياة كبد مصلحو الحوثيين خسائر كبيرة وسقط في صفوفهم عشرات القتل والجرحة خلال المعارك التي وقعت بينهم وبين قوات الجيش والمقاومة في محيط جبل جالس الاستراتيجي في منطقة القبيطة بمحافظة لحج والذي يطل على قاعدة العند العسكرية وأكدت مصادر ميدانية في المقاومة والجيش أن المتمردين سيطروا على الجبل بعد هجوم استمر أكثر من يومين صحيفة عقاض السعودية أجرت مقابلة مع وزير الإعلام محمد القباطي وعنونت القباطي لعقاض الإنقلابيون يرفضون شراكة في بناء الدولة العصرية الصحيفة نقلت عن وزير الإعلام قولة رفض الحوثيون التحول إلى العمل السياسي من خلال حزب شرعي يؤكد سوء نواياهم وأنهم أرسروا الاحتكام إلى السلاح على العمل السياسي الشرعي والحزبي وأضاف القباطي كنا بصدد الانتقال إلى دولة عصرية تتنافس فيها الأحزاب السياسية من خلال شراكة تحقق مصلحة ومستقبل اليمنيين بلا استثناء أو تمييز لكن حزب المؤتمر التابع للرئيس المخلوع والحوثيين كاشفوا عن وجههم الحقيقي وفضلوا لعمل العسكري والإنقلاب على الشرعية العرب في قاعة انتظار تحت هذا العنوان كتب المغربي توفيق بو عشرين مقاله المنشور في العرب الجديد باستثناء تونس البلد العربي الصغير الذي يعيش تجربة تحول ديمقراطي صعبة ومعقدة كل البلدان العربية الأخرى جالسة في قاعة انتظار كبيرة التنمية معطلة والديمقراطية مؤجلة والإصلاح يراوح مكانه وحدها الأجهزة الأمنية ووسائل الدعاية من تشتغل على تأبيد الوضع على ما هو عليه وتلقيح الشعوب ضد الربيع العربي وقيمه بتخويف المواطن من الإرهاب والطائفية وعدم الاستقرار والحرب الأهلية لكن هذه الأنظمة التي تخوف شعوبها من هذه الكوابيس لا تصنع شيئا سوى تهيئ المناخ النموذجي لعدم الاستقرار لهذا يجب إعادة التفكير في روافع جديدة لإحياء مشروع الإصلاح العميق للدولة العربية لا بد أن ينصب الرهان العربي هنا والآن على إعادة كتابة عقد اجتماعي جديد يعول فيه على الشباب والثقافة والتعليم والإعلام الجديد والمقاولة الشباب باعتباره قوة صاعدة متحررة إلى حد ما من قيود الماضي وثقافته وتسوياته وعقلياته رأينا كيف أن تمرين الربيع العربي نجح في إظهار نتائج باهرة لقوة الشباب ولفعالية الضغط في الشارع والتحرر من التخندقات الأيديولوجية الجامدة وهذا ما أزعج الحاكمين من الحراك العربي فالسلطة أي سلطة لا تصلح نفسها بنفسها بل لا بد من وجود ضغط عليها وحركة معاكسة لها لكي تتحرك عجلة الإصلاحات داخلها وإلى صحيفة الخليج والتي تابعت تطورات الأوضاع في محافظة عدن وعنونت إصابة ضابط وثمانية مدنيين بانفجار في عدن تقول الصحيفة في التفاصيل أصيب ضابط في الشرطة وثمانية مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزرعة في سيارة الضابط بمحافظة عدن فيما ألقت قوات الحزام الأمني القبض على ثلاثة عناصر يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة مشتبه فيهم بإطلاق نيران أسلحتهم صوب حواجز تفتيش أمني شمال عدن من دون سقوط ضحايا من أفراد الأمن صحيفة البيان الإماراتية عنونت خريطة طريق السلام اليمني أمام مجلس الأمن تقول الصحيفة في التفاصيل قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمام مجلس الأمن خريطة طريق للسلام في اليمن تتضمن ترتيبات أمنية تسبق تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما اعتبر وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي أن التصعيد الذي قام به الحوثيون باعث رسالة إلى مجلس الأمن بنصف جهود السلام وقال ولد الشيخ أحمد في إحاطته للمجلس لقد لاحظنا في الفترة الماضية إجماع الطرفين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية فسح المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل وإلى صحيفة العربي الجديد والتي عنولت عمان نقل ألماني احتجز في اليمن إلى مسقط تقول التفاصيل أعلنت سلطنة عمان أنها ساهمت بجهود للإفراج عن مواطن ألماني محتجز في اليمن جرى نقله إلى مسقط وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أنه امتثانا لتوجيهات السلطان وتلبية لطلب الحكومة الألمانية مساعدتهم في الإفراج عن مواطن محتجز في اليمن وذلك للدواعي الإنسانية فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع السلطات اليمنية في صنعاء للإفراج عن المذكور من دون أن تسميه وأشارت إلى أنه تم نقله من صنعاء إلى مسقط على مثل طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تمهيدا لعودته إلى بلاده الثورات العربية تاريخ آخر للعرب تحت هذا العنوان كتب الجزائري دور الدين ثنيو مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقر الكاتب ما يفسر استمرار الحراك الثوري السياسي منه والمسلح هو تعنت النظام العربي المحتضر على المجازفة بمؤسسات الدولة والانتحار بها كأشارت زواله على ما يحدث في سوريا العراق اليمن وبتعبير آخر يفيد ذات المعنى أن الثورات العربية في حراكها ميزت بين سلطة الحكم في بنيته السياسية وبين مؤسسات الدولة وأن المستهدف من الثورة هو نظام الحكم في اللحظة الأولى ثم إزالة آثاره الاقتصادية والاجتماعية في لحظة ثانية وعلى العكس من ذلك اعتصم نظام الحكم بمؤسسات وهياكل الدولة وصخرها كلها من أجل إنقاذ نفسه وهنا مكمن المعضلة التي فسرت طول مدة الثورات وعدم استقرارها إلى حد الآن على الدولة الوطنية الراسخة التي لا تزول بزوال الحكام وتلكئ ظهوري الديمقراطية الأنظمة العربية التي ظهرت فيها الثورات وقد تظهر في بعضها الآخر تعبر عن دول فاشلة راسبة لا يمكنها مواصلة إدارة الشأن العام لأنها عبرت عن الخاص والشخصي وما هو عائلي وسلالي وقبلي وعشائري وكلها منافية لما هي الدولة المدنية الحديثة والمعاصرة ولا تساير إطلاقا روح العصر المتجه نحو التجريد والتنزه لفائدة المؤسسات القارة والدائمة نحن نعيش اليوم في العالم العربي لحظة ما بعد الكولونيالية وما بعد النظام العربي السلطوي وهي لحظة تاريخية مفارقة من المتوقع أن يتغير فيها التاريخ العربي نفسه فضل الثورات العربية الراهنة أنها توقع الزوال التاريخي للنظام السلطوي الذي يجب أن يزول إلى الأبد بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمال الله وحظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاركاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة